يعد تطوير شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة إلى جانب مصارف مياه الأمطار أبرز المشاريع التي عمل عليها قطع الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ليعلن عنها ضمن المشاريع المنجزة لبرنامج عمل الحكومة وتأتي شبكة الرفاع الشرقي وشبكة عالي للصرف الصحي في مقدمة المشاريع التي يعتبر تطويرها نقلة نوعية معنية بخدمة أهالي المنطقة تماشياً مع الزيادة المضطردة في عدد الوحدات السكنية يأتي عمل قطاع الأشغال متناغماً مع استعداداته الدائمة في صيانة وتطوير شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة مع احتوائه مشاريع تصريف مياه الأمطار ليكون ذلك متوائماً مع الإعلان عن المشاريع المنجزة لبرنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بموضوع تصريف مياه الأمطار فهناك حزم تدين فيها من قبل سنتين كانت ثلاث حزم رئيسية حزمة ألف وحزمة باء وحزمة جين الحزم هذه تقريباً تغلبتها تفوق المليون دينار وحزيني تم تجميع ما يقارب من ألف وشوي نقطة تتجمع فيها مياه الأمطار تم مسح هذه النقاط بشكل متكامل على فترات متفاوتة تم معالجة تقريباً ما يقارب من أربعمائة أو أكثر نقطة والحزم مستمر عندما تكون هناك رؤية مستقبلية لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمدن والقرى فلابد أن تترجم هذه الاستراتيجية على أرض الواقع وهذا ما تعمل عليه الوزارة الممثلة بقطاع الأشغال حيث انتهى القطاع مؤخراً من مشروع شبكة الصرف الصحي الخاصة بالرفاع الشرقي ليتابع عمله في مناطق أخرى ضمن خارطة المشاريع التطويرية مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة الرفاع الشرقي نسميه المرحلة E6 طبعاً في مراحل E1 تتهي بE6 وE7 تكلفة المشروع كانت 8 مليون دينار بحريني شبكة كانت طولها تقريباً 37 كيلومتر بالإضافة إلى بناء 200 أو 2260 قرفة تفتيش صغيرة وعدد خمس مطاقات كبيرة الهدف من المشروع هو توصيل المجمعات المتبقية في منطقة الرفاع الشرقي تقريباً تم توصيل ما يقارب من 1760 منزل مشروع صرف الصحي في منطقة عالية لمجمعات 746 و748 تكلفة المشروع هي مليون ونصد دينار تم الانتهام المشروع تقريباً كانت الشبكة 8 كيلومتر الخطوط اللي فيها الرئيسية و2 كيلومتر من الخطوط الفرعية الموصلة ومحطتين ضخ بالإضافة إلى تقريباً 546 قرفة تفتيش الوصول إلى سدة النجاح يرافقه اجتهاد وعمل دؤوب فما تحقق من مجموع المشاريع كان بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة التي وضعت نصب أعينها المسئولية المجتمعية من أجل بيئة لا تعكر صفو جوها الملوثات ومن ثم الحفاظ على وجه البحرين الحضاري إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين